اجتماع ونظمة الصحة العالمية مع المرلمين من قليل شرق المتوسط معنا دكتورة رائدة قط من الأردن أهلا بك أهلا بك دكتور بندر إلى أهمية هذا المنتدى كأول منتدى كأول مبادرة تكون على شكل عام في العالم وعلى مستوى قليل شرق المتوسط أهميتها بتيجي أنه فيه هناك الآن تكامل ما بين عمل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل الصحة وصحة الجميع ورفاهية المواطنين والسكان بشكل عام ليش أهميتها بتيجي لأنه البرلمان عادة بيشتغل شوية بمعزل عن السلطة التنفيذية وما بيعرف بوضع الأوقات يعني هو مطلع ولكن ما عنده عمق في معرفة بالأمور الصحية وبخاصة نحن عم نحكي هلأ عن الأهداف التنموية للألفين وثلاثين فبالتالي هون بتيجي أهمية أنه يكون مطلع على ما هي الأهداف التنموية وإيش هي المبادرات اللي لازم تكون بالبلد وإيش هي السياسات والاستراتيجيات الوطنية اللي لازم تكون فيها الدولة تعتمدها ويراقب مدى التشريعات اللي بتساعدها إنها تكون يعني تطلع لأرض الواقع ويعمل على مراقبة الموازنة بحيث إنها الموازنة تعكس الاستراتيجيات والسياسات التي توصلنا لتحقيق هذه الأهداف دمعنا يعني طبعا التكامل الكامل ما بين السلطة التنموية والسلطة التشريعية وحنتكلم في المنتدى كمان إزاي يحصل صفتينا بالتي إزاي دا يتكمل أهم إشي لأنه يكمل ليش لأنه إحنا ما بدنا نبلش إشي وما وما نكمله وهذا بيكون عن طريق مأسسة هذا المنتدى والمنتدى إن شاء الله راح يتمأسس ويكون فيه إله صفة قانونية وبيقوم على إشراك العاملين والبرلمانين السابقين بحيث إنه يكون فيه إله مأسسه يكون الأهداف طالع منه نفسه إحنا الأهداف اشتغلنا عليها بحيث إنها تكون من البرلمانين منهم وإليهم وبالتالي يمكن تحقيقها إذا ما كانش بهذه الطريقة ما راح يكون فيه الاستمرارية فهذا هو الهدف إنه يكون من البرلمانينين هم عم بيشتغلوا على الأهداف بيشتغلوا على تحقيقها بالتعاون مع السلطة التنفيذية ويتكاملوا معها شكرا دكتورة رائدة قدب من الأردن